الحمد لله رب العالمين أحبائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير السلام عليكم أيها الصغار الكبار الصغار في أعماركم والكبار في عقولكم وقلوبكم وطموحاتكم نبدأ الجزء الرابع والأخير من حل المتباينات المركبة ومتباينات القيمة المطلقة وكالعادة نبدأها بأهداف هذا الدرس أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على حل متباينات القيمة المطلقة الأكبر من عدد وتمثيلها على خط الأعداد يعني الحصة السابقة أخذنا الأصغر من عدد هالمرة بناخذ متباينات القيمة المطلقة الأكبر من عدد حل متباينات المطلقة أكبر من عدد لدينا نموذجين اليوم نموذج سهل ونموذج يأخذ لشوية وقت خلنا نستعرض النموذجين نموذج الأول إذا كان مطلق X أكبر من عدد موجب في الحالة الثانية إذا كان مطلق X أكبر من عدد سالب مرة الحالة الموجبة مرة الحالة السالبة طبعاً لازم تلاحظون أن هذه العلامة علامة أكبر من اليوم كل الأسئلة بتكون في هذه العلامة إما أكبر من أو أكبر من أو يساوي شنون الطريقة إذا أكبر من عدد موجب نكتب متباينة مكافئة إلى هذه واش القانون؟ قانون التالي تحويلها لمتباينتين أو المكافئة يعني نحول السؤال من متباينة قيمة مطلقة إلى أو إلى ما أخذينا طبعاً متباينة أو في الدروس اللي طافت إذا نحولها اليوم إلى متباينة أو إما X أكبر من العدد الموجب أو X أصغر من العدد السالب هذه طريقتها هذه القانون اللي باللون الأخضر أما إذا كان مطلق X في الجانب الأيسر أما إذا كان مطلق X أكبر من عدد سالب فإن مجموعة الحل على طول هي R و R نأخذها عقوبة شوي هي مجموعة الأعداد الحقيقية نتكلم عنها بعد شوي إن شاء الله يمكن حل متباينة القيمة المطلقة عن طريق إعادة كتابتها على صورة متباينة مركبة ومكافئة اليوم نأخذها متباينة مركبة بأداة الربط أو ثم نحلها كما في الدروس السابقة يعني أي مسألة جيدنا اليوم بنشوفها هل هي مطلق X أكبر من عدد موجب بنمشي في الحل الأيمن هذا إذا كان مطلق X أكبر من عدد سالب بنمشي في هذا الاتجاه إما يمين أو يسار بنأخذ معظم الدرس في أسئلة من الجانب الأيمن وبعدين في أخير الدرس بنأخذ أسئلة من الجانب الأيسر حتى نغطي كل الأفكار خلنا نأخذ مقدمة وسيطة واش معنات مطلق X أكبر من خمسة يعني وينش الأعداد اللي عندنا على خط الأعداد اللي مطلقها أكبر من خمسة تعني المتباينة مطلق X أكبر من خمسة أن المسافة بين العدد X والصفر على خط الأعداد أكبر من خمس وحدات ولتكن مطلق X أكبر من خمسة صحيحة عوض عن X بأعداد تبعد مسافة أكبر من خمس وحدات عن الصفر لو وضحنا هذا السطرين بهذه التمخيل اللي على خط الأعداد لو لاحظون هنا الخمسة الجانب الأيمن الجانب الأيسر سالب خمسة لو أخذنا أي عدد بينهما في الأربعة الثلاثة الثنين الواحد صفر أي عدد ما بين هالعددين مطلقة ليس أكبر من خمسة مثلا لو سونا تجربة مثلا لو أخذنا العدد واحد هل المطلق واحد أكبر من خمسة طبعا مطلق واحد واحد ليس أكبر من خمسة صح؟ فكل الأعداد اللي ما بين خمسة وسالب خمسة مطلقة ليس أكبر من خمسة عجل وين الأعداد اللي مطلقهم أكبر من خمسة على طرفي للخمسة والسالب خمسة يعني لو تلاحظون هذا السهم في هالجهة ما كان السهم اللي سويته أنا جهة اليمنى خارجة عن العدد من جهة اليمين وخارجة عن العدد سالب خمسة لجهات اليسار واضح؟ دعنا نوضح بأكثر لاحظ أن تمثيل مجموعة الحل المتباينة مطلق X أكبر من خمسة على خط الأعداد هو التمثيل نفسه لمجموعة حل المتباينة المركبة اللي هي X أكبر من خمسة اللي هي هذه لجهة اليمين هذه X أكبر من خمسة وأيضا X أقل من سالب خمسة اللي هي جهة الشمال هذه متباينة X أقل من سالب خمسة جميع الأعداد الواقعة بين السالب خمسة والخمسة بما فيها العددان بسالب وخمسة وخمسة هي على مسافة لا تفزيل عن خمسة وإحداث مثل ما قلنا أي أعداد داخل ما بين هالعددين مطلقهم ليس أكبر من الخمسة أي أن مجموعة الحل جوابين جواب الأول X أكبر من خمسة أو X أصغر من سالب خمسة إذن حل متباينات القيمة المطلقة الأكبر من تتحول إلى أداة الرابط أو يعني اليوم عدنا مثل ما الدرس السابق السطر الأول فقط نحوله إلى متباينة أو بعدين الأسطور اللعبه كامل نرجع للدرس الدروس السابقة يعني له درس أداة الرابط أو اللي أخذناه في حصة منفردة يعني اليوم بعلمكم بس سطر واحد شلون نحول مطلق أكبر من عدد أما الأسطور اللاحقة كلها ما أخذينها قبل فركزوا إياي شلون بحول متباينة القيمة المطلقة أكبر من إلى متباينة أو التفتوا إياي للقانون في المثاركم واحد وقبل ما نأخذ المثاركم واحد بنعطيكم خطوات حل متباينة للقيمة المطلقة الأكبر من عدد موجب ما أخذينها بعد الحصة اللي راحت بس أخذنا الأصغر من عدد موجب هالمرة بنأخذ الأكبر من عدد موجب طبعا ممكن تكون المعادلة بهاي الطريقة مطلق أكبر من C والC عدد موجب أو يصير أكبر من أو يساوي ثلاثهم صحيحين الخطوة الأولى طبعا نضع المطلق في طرف المتباينة الأيسر والعدد في الطرف الأيمن لازم هذه الخطوة تخلي المطلق في الجانب الأيسر بروحة ما ويا أي شي خطوة الثانية نستبدأ رمز المطلق بمتباينتي أو المكافئة يعني نحول المطلق إلى مرة X أكبر من العدد الموجب أو X أصغر من العدد السالب إما أكبر من الموجب أو أصغر من السالب فضوها رقم ثلاثة نحل المتباينتين التي كتبناها كل واحدة بروحة ونمثل الحل على خط الأعداد يعني ثلاث خطوات سهلين دعنا نطبق مثال واحد ونرى ما نطبق هذه الثلاث خطوات في المثال رقم واحد يا الله مثال رقم واحد كالعادة سهل نعطيكم إياه تفتوا إياي أوجد مجموعة حل المتباينة مطلق X ناقص أربعة أكبر من اثنين تفتوا إياي هذه العلامة أكبر من أو يساوي اثنين يعني أكبر من عدد موجب شلون نحل ها التفتوا إياي طبعا نحول ها إلى متباينتين نروح نشوف ما الذي داخل المطلق الذي داخل المطلق هو X ناقص أربعة على لونة ستعرفون هذه الذي داخل المطلق الطريقة يقول لك الذي داخل المطلق مرة تجعله أكبر من أو يساوي العدد الموجب وثاني مرة أقل من أو يساوي العدد السالب شوف ما أفعل X ناقص أربعة لا تتغير X ناقص أربعة في الجهتين لا أغيرها هلا نسجلها لكم حتى لا تنسون وهنا بعد لا أغيرها X ناقص أربعة شوف كتبته في الجهتين الجهة الأولى مرة أكبر من أو يساوي العدد الموجب والجهة الثانية أصغر من أو يساوي العدد السالب لازم تلتفتون الجهة اليسرى أكبر من أو يساوي العدد الموجب الجهة اليمنى أقل من أو يساوي العدد السالب الذي داخل المطلق لا يتغير خلاص الآن نحل كل واحدة نذهب ونمثل الحل على خط الأعداد ما نحل هذه المتباينة البسيطة جدا X ناقص 4 أكبر من أو يساوي 2 ننقل السالب 4 للجهة الثانية أرقام هي الأرقام فتصير X أكبر من أو يساوي 2 زائد 4 سهلة 2 زائد 4 كم 2 زائد 4 6 حل الجانب الأيثار إذن جانب الأيثار يوابع X أكبر من أو يساوي 6 نفس الطريقة دعونا نحل الجانب الأيمن نفس ننقل الأرقام الجهة الثانية بسالب 4 ننقل ها هنا يصير موجة ب4 X أقل من أو يساوي سالب 2 زائد 4 تمام إذن X أقل من أو يساوي سالب 2 زائد 4 عندك الآلة الحاسبة فنحط عليها دائرة هي الجوابين المهمين إذن جدور مجموعة الحل الحين مجموعة الحل لا تنسوا الأداة الربط أو نحن نعمل في أداة الربط أو إذن مجموعة الحل لازم فيها أو مجموعة الحل نهائية لهذا السؤال X حيث X أكبر من أو يساوي 6 لا تنسوا تكتبون أو أو X أقل من أو يساوي 2 وهذه الطريقة حلينا السؤال باقي علينا التنفيل طبعا لو تلاحظون الدوائر كلها مغلقة لأن في عندنا يساوي دعونا نسوي كل واحدة بروحها X أكبر من أو يساوي 6 نجعل 6 ونلون ها الدائرة أكبر من أو يساوي 6 لجهة اليمين سيساهم لجهة اليمين تمام هاي مثلنا هذه الثانية بعد X أقل من أو يساوي 2 وانا العدد 2 موجود سيساوي على دائرة كبيرة ونلونها قالك أصغر من الاثنين لجهة اليسار حط سهم ونلون ما تحت الخط وبهاي الصورة انتهينا من حل مثاركم واحد يعني لو تلاحظون كل مثاركم واحد الشي الجديد عليكم بس السطر الأول فقط هذا السطر الأول أما الأسطر اللاحقة كلها ما أخذينها في الحصص السابقة يعني اليوم درس سهل إن شاء الله ترون كل هذه الأفكار دعنا نعطيكم مثال 2 حتى نتأكد وصلت الفكرة أو لا نفس الطريقة يجب أن المطلق يذهب في جهة والرقم في جهة ثانية دعنا نرى واضح أن المطلق 4X ناقص 6 أكبر 10 جاهزة ما نبغى نتعبك من المثار 2 لا نتعبك في الأمثلة الجاية مطلق 4X ناقص 6 أكبر من 10 هل المطلق لوحدة في طرف أجل نعم واحدة في طرف إذن خلاص نسوي القانون قانون أو نقسم الصفحة إلى نصين ونحط قلنا اللي ما يتغير اللي داخل المطلق هذا شاهدوا اللي داخل المطلق 4X ناقص 6 ما يتغير نكتب 4X ناقص 6 في الجهتين حتى لا ننسى 4X ناقص 6 قلنا في جهة اليسار أكبر من الموجب والجهة اليمين أصغر من السالب مرة أكبر من الموجب مرة أصغر من السالب أحد الطلاب يسألني يقول لماذا لم أضع أكبر من أو يساوي لأن نرى المسألة لا يوجد يساوي أصلا المسألة بدون بدون يساوي نغير الإشارة تصير 4X أكبر من 10 زائد 6 تمام 4X أكبر من 10 زائد 16 كيف أتخلص من الأربعة أقسم الطرفين على 4 إذن تقنسل إذن X أكبر من الأربعة وهي الجواب الأول حطينا عليه دائرة بنفس الطريقة الجهة الثانية نحل المتباينة ننقل الأرقام للجهة الثانية ونغير الإشارات 4X أقل من سالب 10 إذا أنا قلت سالب 6 تصير موجب 6 تصير 4X أقل من سالب 10 زائد 6 سالب 4 نقسم الطرفين على 4 ونتبه إياي هل نغير إشارة المتباينة ما نغير ها لأن قسمنا على الأربعة والأربعة عدد موجب ونظل أصغر من X أصغر من سالب 4 قسم 4 سالب 1 خلاص جابنا السؤال وصلنا إلى مجموعة الحل إذن مجموعة الحل مجموعة الحل تساوي لا تنسون أنها نشتغل على أو في X حيث X أكبر من 4 أو لا تنسون كلمة أو X أقل من سالب 1 تعالوا نمثل الحل على خط الأعداد دعنا نسوي كل واحدة بروح دعنا نسوي هذه X أكبر من 4 أول لا تنسون الدوائر مفتوح ما فيه يساوي تجعلها دائرة مفتوحة وX أكبر من 4 إلى جهة اليمين تمام نحن اليوم الدرس يكون مفهوم ثانية X أقل من سالب 1 هذه سالب 1 بعد سولها دائرة وجهة اليسار لأن أصغر من لا تلاحظون يا شباب أن الدرس السابق التلوين كان بين الدائرتين ودرس اليوم دائما التلوين مبتعدا عن الدائرتين يعني كان هم زعلانين من بعض كيف ترى الرسمات اليوم كل ه ه مبتعدا مفهوم لحد الآن الدرس هاي الدرس لحد الآن أصعب في الدرس هنا يالله حين أعطيكم تمرين نرى أن فهمتون بداية الدرس لو لا يالله تأكّر رقم واحد مدة الإجابة ثلاث دقائق أوجد مجموعة حل المتباينة مطلق 2x ناقص واحد أكبر من أو يساوي سبعة جاهزة المطلق في جهة والرقم في جهة جاهزة على طول جاوب يالله ننتظر إجاباتكم الجميلة وصلت الإجابات الصحيحة تجري مسرعة إلينا ترجمة نانسي قنقر درس اليوم إن شاء الله يكون درس سهل لأنه سطر واحد جديد عليكم أما بقية الأشياء كلها ما أخذينها قبل وهي فرصة أيضا لما فهم الدروس اللي قبل كأننا قاعدين نراجعها مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر عشر ثواني وينتهي الوقت إجابات عديدة عديدة صحيحة شكرا للطلب المتفاعلين نستعرض معكم الإجابة الحل طبعا أول شي نكتب بما أن المطلق في جهة والعدد في جهة جاهزة مرة أكبر من الموجب أو مرة الثانية أصغر من السالب سبعة مرة أكبر من السبعة ومرة الثانية أصغر من السالب سبعة نحل الجهة اليسرى في الأول ما نحلها لكم معي ننقل السالب واحد إلى الجهة الثانية تصير موجب واحد ستصير سبعة زائد واحد لما نجمع السبعة زائد واحد سهلة ثمانية فاثنين اكس أكبر من أو يساوي ثمانية شلون نشيل لثنين عرفتون الشغلة نقسم الطرفين على ثنين نقسم الطرف على ثنين لايسر الطرف الثانية على ثنين بعد تكنسل الثنين مع الثنين إذن الآكس ثمانية على ثنين أربعة هاي الجواب الأول اللي باللون الأخضر هاي الجواب الأول اللي وصل إليها يعني نوصل لنصف الإجابة الصحيحة خلصنا الجهة الثانية خلصنا الجهة اليسر نروح لليمنى نفسي ننقل السالب واحد للجهة الثانية بتصير موجب واحد بتصير سالب سبعة زائد واحد تصير ثنين إكس أقل من سالب ستة نقسم الطرفين على ثنين كالعادة تكنسل الثنين مع الثنين إكس المهمين اللي عندنا فالسؤال بأي لون باللون الأخضر حتى نميزهم خلنا نحط عليهم مستطيل أحمر لأن هذين نجمي السؤال هذين الكل في الكل واضح خلاص الآن نكتب مجموعة الحل إكس حيث إكس أكبر من أو يساوي أربعة أو إكس أقل من أو يساوي سالب ثلاثة واضح السؤال سؤال سهل جدا حين مثله على خط الأعداد وهي خط الأعداد خلينا لكم لدينا شنو الرقمين المهمين لدينا الأربعة أو السالب ثلاثة لدينا المثل أول واحدة إكس أكبر من أو يساوي أربعة الدوائر كلها مغلقة فأول شي الدائرة مغلقة على الأربعة بما أن أكبر من الأربعة إلى إلى جهة اليمين النقطة الثانية التي هي هذه مثل هذه إكس أقل من أو يساوي سالب ثلاثة يعني الدائرة المغلقة على السالب ثلاثة وبما أن ها أصغر من أو يساوي يعني إلى جهة اليسار وبهذا لننتهي من هذا التمرين هل نروح نشوف مثال أصعب قليلا حلاص حين أنتون وصلتون لمرحلة فاهمين الأفكار كلها حين نأخذ شوي سؤال ليس سهل لا يريد لي شوي تشغل لكن ليس صعب يالله دعكم معي مثال ثلاثة أو وجد مجموعة حل المتباينة هذه باللون الأحمر ثم مثلها على خط الأعداد مثل سأل نفسك هل المطلق في جهة لو محتاج شوي التعديل المطلق لا مو مبروحة ويا ثلث لازم أول شي نتخلص منهم بأسرع طريقة بأسرع ما يمكن أولا طبعا قال لكم سابقا نتخلص من الجمع والطرح بعدين نتخلص من الضرب والقسمة فأول شي بننقل الثالب واحد من هالجهة إلى الجهة الثانية وبنغير إشارته فبتصير الثلث سهم لا تخيف أنكم الثلث من طيرة الحين ستصبر عليه شوي هني ثمانية دباليو زائد خمسة أكبر من قلنا ستة زائد واحد هلو هلو فبتصير واحد على ثلاثة ثمانية دباليو مغير شوي الـ كلها اكس هلما رح دعنا لكم شوي الـ دباليو أكبر من ستة زائد واحد سبعة واضح سأل نفسك هل المطلق هل المطلق أيها الطالب المجد هل المطلق لوحده لو فيه شي عن يساره اللي هو الثلث لا بعد ما صار بروحه فنحن نريد نشيل الثلث ما نشيل الثلث من الطرفين طريقة سهلة أضرب الطرفين في ثلاثة فأنا أضرب ثلاثة في الجهة اليسرى في ثلاثة في ثلاثة واش بتصير تفتياي الثلاثة بياكل الثلث يعني الثلاثة اللي فوق بتختصر وهي ثلاثة اللي تحت ثلاثة وبصير ثمانية W زائد خمسة أكبر من سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين ها الحين أخيرا وبعد طول انتظار زين صار المطلق بروح في طرف أي كل هذه من فوق من هنا إلى هنا رأي خطوات ترتيب فقط ترتيب الآن من حلة خلاص يوم صار المطلق في جهة زين والعدد في جهة خلاص الآن نجاوب وبصير ثمانية W زائد خمسة نكتبه هني سيكفي المكان ثمانية W هل تصير جزئين أولى كالمعتاد ثمانية W زائد خمسة إما أكبر من الموجة لأكبر من الواحد وعشرين أو ثمانية كالعادة بخمسة أقل من كم من سالب 21 مرة بالموجة ومرة بالسالب نتأكد ثمانية W زائد خمسة أوكي تمان نحل نحل كل واحدة نذهب كالعادة يلا ننقل الموجة بخمسة للجهة الثانية صير سالب خمسة وتصير ثمانية W أكبر من واحد وعشرين ناقص خمسة ثمانية W 21 ناقص خمسة طبعا 16 على ثمانية على ثمانية إذن W أكبر من 16 على ثمانية فيها 2 وهذه الدائرة الأول هذا الجواب المهم الأول W أكبر من 2 سنحل الجهة الثانية بنفس الطريقة موجة بخمسة نودي الجهة الثانية ثمانية W سالب 21 ناقص خمسة ستصير ثمانية W أقل من سالب 21 ناقص خمسة بالآلة الحاسبة وتصير لكم سالب 26 نقسم الطرفين على ثمانية وين الشيء الآلة الحاسبة حاضرة تعالي نقسم سالب 26 على ثمانية جواب يطلع عليكم سالب 13 على 4 يعني ملازم لأرقام في عدكم في الثانية يطلع عليكم كله بالضبط 5 4 2 ممكن يطلع لكم كسور لأن عدكم آلة حاسبة لا نخاف عليكم فإذن الجواب سالب 3 وربع سالب 3 25 من 100 دعنا نسجل الجواب إذن W W W معناية تتكنسل مع بعض أقل من سالب 3 وربع هل هاي الجوابين المهمين عندنا نكتب مجموعة الحل مجموعة الحل عندنا الجوابين لما بينهم شنو أو مجموعة الحل تساوي المرة W حيث W أكبر من الاثنين طبعا الدائرة مملونة أو W أصغر من سالب ثلاثة وربع اللي هي سالب ثلاثة بوينت 25 من 100 خلاص نلون كل دائرة بروحها يعني نسوي في الأول W أكبر من الاثنين لو قلنا مثلا هنا الاثنين دائرة مفتوحة على الاثنين والتلوين جهة اليمين تمام هذه خلصنا الأولية والثانية سالب أكيد في الجهة اليسرى لو افترضنا هنا سالب ثلاثة وربع W أقل من ثلاثة وربع إلى الجهة اليسار لازم تلاحظون لأن دائما نحن الخطين متزاعلين واحد يمين واحد يسار كل اللي سويناهم الرسمات في هذا اليوم بهذه الصورة تمام ننزل لنأخذ شيء ثاني مثال مثال سريع أي تمثيل مما يلي يمثل حل المتباينة Y أكبر من أو يساوي ثمانية خلا نختار التمثيل الصحيح طبعا هذا لما تحول إلى متباينات ليس هذا نستطيع نحول إلى إذا مطلق Y أكبر من ثمانية ليس معنات أن Y لداخل المطلق أكبر من الموجب أو Y أقل من السالب صحيح دائرة مغلقة طبعا هل اليوم الذي أخذناهم الرسمات تكون ما بين العددين أو مبتعدة عن العددين اليوم الذي أخذناهم في علامة الأكبر من كلها مبتعدة عن العددين يعني باختصار على طول الإجابة تكون إما C أو D تمام لأن A و B ترى التلوين ما بين العددين دعونا نختار C يعني هذا أكيد نعرف خطأ وهذا أكيد خطأ إما الإجابة C أو D أي الإجابة صحيحة بما أن الدائرتين ملونتين فيهم يساوي إذا بنختار العلامة C تمام العلامة D غلط لأن هني الدائرة غير ملونة فالإجابة الصحيحة هي C دعونا نشوف المثال اللي عقب بعد نفس الطريقة بس إنما الرسمة مرسومة إليكم اللي باللون الأسود والبنفس نريد نختار المتباين الصح أولا بما أن الدوائر بما أن الدوائر مفتوحة نستبعد أي جوابين لازم تكون ذكي في اختيار الإجابات بما أن الدوائر مفتوحة إذن نستبعد الجواب بخطأ لأن هذه الدائرة مغلقة وأيضا الجواب C خطأ لأن في يساوي صحيحة فأيذن حصرنا الإجابة إما الجواب A أو الجواب D دعنا نشوف بما أن السهمين لو لاحطون باللون البنفسجي مبتعدين عن العدد أو زعلانين يعني هذه متباينة الأكبر من الأكبر من درس اليوم أي هي الأكبر من مطلق X أكبر من إجابة D أي الإجابة هذه طبعا الأ أصغر من الأكبر من هي D فإذن الإجابة الصحيحة هي D بعض الأحيان يجيب لك رسمة يطلب متباينة بعض الأحيان يعطيك متباينة يطلب رسمة أنا طرحت لكم المثالين حتى تكونوا في الصورة أنا أعطيكم الآن تأكد شوية يبغى لتعديل وبعطيكم خمس رتب المتباينة انقل الأرقام اقسم رتبها خل المطلق في جهة والعدد في جهة ثانية بعدين حل السؤال أول شي الترتيب بعدين الحل يا الله يا شباب اشتركوا في القناة كم هائل من الإجابات تصلنا ما شاء الله عليكم يا شباب شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة المتباينة المشاهدة خطوة الأولى طبعا ننقل سالب سبعة للجهة الثانية حتى نودي الأرقام مع بعض ستصير موجب سبعة نجمع ثلاث طعي زائد سبعة له الجواب ثلاث طعي زائد سبعة جواب عشرين لحد الآن المطلق ليس لوحده معاه الأربعة شون أتخلص من الأربعة أقسم الطرفين على أربعة إذن أخيرا صار المطلق لواحده صار خمسة اكس ناقص عشرة أكبر من الخمسة الآن نحول متباينة القيمة المطلقة إلى أو يا الله نكمل الحل هنا وصلنا إلى هذه مرة المطلق لداخل المطلق أكبر من الموجب أو لداخل المطلق أقل من السالب دعنا نحل الجانب الأيسر بسالب عشرة لما ننقلها للجهة الثانية نصير موجب عشرة خمسة زاد عشرة خمسة عشرة حتى نخلي الـ نقسم الطرفين على خمسة خمسة مع الخمسة تكنسل إذن أكبر من ثلاثة إذن الجواب المهم في الجانب الأيسر ثلاثة لباللون الأخضر هذا مهم ها هل نحل نفس الطريقة الجانب الثاني سالب عشرة ننقلها للجهة الثانية خمسة أقل من سالب خمسة زاد عشرة خمسة أقل من خمسة نقسم الطرفين على خمسة إذن خمسة على خمسة فيها واحد يعني الجوابين المهمين في هذا السؤال شنو هننحط عليهم إطارين باللون الأحمر هذا المهم الجواب الأول والجواب الثاني المهم هذا الثاني خلاص نوضعهم بين أو في مجموعة الحل مجموعة الحل X حيث X أكبر من ثلاثة أو X أقل من واحد نمثلهم عرف أن التمثيل دائما سيكون مبتعدا عن العددين دائما يكون في هذا الدرس متزاعلين دائما الخطين هننمثل أول X أكبر من ثلاثة دائر مفتوحة إلى جهة اليمين والX أقل من واحد دائر مفتوحة لجهة اليسار وبهذا نكون من هذا التمري دائما نرى أخير مثالين مهمين جدا على الحالة الثانية تفتو إيا الحين مطلق Y أكبر أو يساوي عدد سالب هذا عدد سالب تفتو إيا لو قلت لكم مجموعة الحل وذاكرينها في بداية الحصة مجموعة الحل لو قلت لك أعطني أي مطلق أكبر من عدد سالب تعطيني أي رقم أي رقم في الدنيا يحقق المتباينة فلو قلت لك مطلق 2 كم مطلق 2 هو 2 أكبر أو يساوي سالب 3 مطلق أي عدد مطلق 0 يساوي كم 0 بعد أكبر من أو يساوي سالب 3 أي رقم في الدنيا يجعل على بالك مطلق سالب 8 يساوي كم 8 بعد أكبر من أو يساوي سالب 3 أي رقم أي رقم في الدنيا لذلك مجموعة الحل هنا ليس فقط رقم 2 3 3 3 3 3 بل هي جميع الأرقام التي في الدنيا لدينا وصلت إلى مجموعة الأعداد الحقيقية هذه مجموعة كبيرة تضم الأعداد الصحيحة والأعداد النسبية والأعداد غير النسبية كيف المفروض كنا نتعرض إليها سابقا لكن إن شاء الله في الدروس المقبلة إذا تمكننا فهي الجواب مع هذا السؤال هي كل الأعداد الحقيقية أي عدد في الدنيا بحق المتباينة إذن مجموعة الحال هو R نفس الشيء هذا يصير نحكم على إجابة السؤال قبل ما نرتب المسألة لا لازم نرتب السؤال ننقل الموجب 18 للجهة الثانية تصير مطلق X ناقص 5 أكبر من 12 ناقص 18 تصير مطلق X ناقص 5 أكبر أو 12 ناقص 18 سالب 6 وقلنا إذا مطلق عدد أكبر من عدد سالب أكيد مجموعة الحال مثل المثال 56 هو R واضح وصلنا إلى فقرة أو فقرة سؤال التحدي نسجل لكم الإجابة وبدأ الوقت نرى أسرعة واحد ونعرض لكم الإجابة عند حلها من أول طالب ليس صعبة ولكن تحتاج إلى وقت شكراً جزيلاً للأساتذة الأفاضل أساتذة الدعم حسين حسين نستعرض معكم الإجابة قبل نعطيكم الملخص العام للدرس يلا شباب نستعرض معكم الإجابة لأنه لا يبقى شيء لا يبقى إذن الله أربع دقائق لكن الذي يكمل يكمل واصل نستعرض معكم الإجابة الخطوة الأولى ننقل السالب الثنين للجهة الثانية نصير 1 زائد 2 نجمع 1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نخليها متباينة طبيعية يعني في مستوى 1 هي مقسومة على 6 عكس القسمة ضرب إذن أضرب الجهتين في 6 ستتكنسل 6 مع 6 وتصير 4-2x أكبر من 6 3 18 هذه كل ترتيب كل هذه أخذ من عندنا وقت بس في الترتيب للمتباينة الآن نحلها يلا هذه المتباينة مرة أكبر من الموجب أو مرة أصغر من السالب ونحلل على اليسار ونلتفت عند القسمة على عدد سالب يعني ننقل الأربعة للجهة الثانية وإيش بتصير سالب 2x بتضل سالب 2x أكبر من أو يساوي 18-4 سالب 2x أكبر أو يساوي 14 الآن نقسم على سالب 2 جهتين بس عند القسمة على عدد سالب لازم نقلب الإشارة في طلاب لعثوا إجاباتهم نسوا يقلبون الإشارة فإذن x شوفوا من كانت من أكبر من أو يساوي صارت x أقل من أو يساوي واضح؟ هاي الجواب الأول جواب الثاني نفس الشي ننقل الأربعة للجهة الثانية بسالب 2x أقل أو يساوي سالب 18-4 نقسم الطرفين على سالب 2 ونقلب الإشارة إذن x أكبر أو يساوي 11 إذن واش الرقمين المهمين في السؤال رقم المهم الأول x أقل من أو يساوي سالب 7 والثاني x أكبر من أو يساوي 11 إذن مجموعة الحل x حيث x أقل أو يساوي سالب 7 أو x أكبر أو يساوي 11 هل نمثل على خط الأعداد لو قلنا النقطة الأولى هذه فرضناها سالب 7 x أقل من سالب 7 إذن لجهة اليسار وفرض نقطة ثانية تساوي 11 x أكبر أو يساوي 11 إلى جهة اليمين وبهذا انتهينا من التمرين آخر دقيقتين أدنى نلخص لكم الدرس ما لليوم وما للدرس اللي فات حتى تقارن ما بين الدرسين ملخص لحل متباينات القيمة المطلقة إما يكون متباينات الأصغر من نفس الدرس السابق أو متباينات الأكبر من اللي هي درس اليوم كنون شكلها إذا كانت الحالة الأولى إذا كانت مطلق x أقل من عدد موجب وإذا كانت متباينات الأكبر من تكون مطلق x أكبر من عدد موجب كنون نحلها إذا كانت أصغر من نسويها لمتباينة و أما إذا كانت متباينة الأكبر من نسويها لمتباينة t أو واضح الفرق ما بينهما. هناك ملاحظتين مهمتين. إذا كان مطلق x أقل من عدد سالب في متباينة الأصغر من مجموعة الحل تكون phi لا يوجد مجموعة للحل أو مجموعة للحل خالية. أما إذا في درس اليوم مطلق x أكبر من عدد سالب فإن مجموعة الحل هي R. وبهذا الملخص ننتهي من جميع مواضيع مقرر ريض 150 ولكن الدروس مستمرة أحبائي وغدا نبدأ المراجعة إلى الأسبوع المقبل. هذا الأستاذ عبدالوهاب كامل يحييكم ويرجو منكم أن تجيبوا على التقويم النهائي الأخير في هذا المقرر ونلتقيكم على خير إن شاء الله في درس الغد. لكم مني أجمل التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر